وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري قال وزير المالية الأسبق والمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أحمد جلال قال إن تحديات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد المصري كباقي دول العالم مصر بتواجه تحديات دحائية تحديات مش من صنعها يعني مصنعة في الخارج سواء كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية ورفع سعر الفايدة على الدولار الأمريكي يعني الأمريكان في الأمريكا في الاقتصاد الأمريكي كل دي تحديات حقية لكن مش مصر الوحديها اللي بتواجهها دحائية كل دول العالم بتواجهها وأنا ما أقدرش أغيرها أنا وحضرتك ما نقدرش نروح نوقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا الممكن طبعا نناقش ونتفاوض ونساعد ونشارك إنما أنا ما أقدرش أوقفها فإحنا في الاقتصاد عندنا بنفرق بين نوعين من التحديات التحديات اللي تحت سيطرتي والتحديات اللي أنا بملك حرية الحركة فيها إكزوجينوس وإندوجينوس فالبرة دي أنا بخدها كمعطة وأتعامل بقى تحت ما هو سيطرتي شكرا